أهلا بكم أحباء الكرام اليوم نتابع الحديث عن موضوع كنا قد بدأناه وهو الاختلاف الفكري العقائدي بين السنة والشيعة فكما رأينا عند فرقة القرامطة فإنها لا تقدس مكة ولا أيام تشريق أيام الحج ولا تعتبر الحجاج ضيوف الرحمن كما يتبين من هجومهم على مكة سنة 317 هجرية ورأينا كذلك فرقة شيعية إسماعيلية أخرى لا زالت بيننا وهي فرقة الدروز الموحدين واختلاف طقوسهم وعقيدتهم عن باقي المسلمين وصلني السؤال من أحد المتتبعين يقول الدولة الفاطمية دولة شيعية قوية لماذا لم تكشف المصطور مما أخفاه أهل السنة؟ الجواب الدولة الفاطمية صحيح أنها شيعية كانت تمسك بزمام الأمور على أرضها لكن لا ننسى أن معظم المسلمين كانوا سنة خاصة في ظل وجود الأمويين في الأندلس والعباسيين في الشرق في المقابل شجعت الدولة الفاطمية على وجود مثل الفرق الشيعية التي ذكرناها فمنذ ظهور الإسلام وإلى أواخر القرن الثالث الهجري والشيعة يتعرضون لإبادة ومؤامرات وقد حاولت الدولة الأموية والعباسية أن تحدى وتمنع من نفوذ أئمة أهل البيت وارتباط الناس بهم إلى أن ظهرت الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا سنة تسعمية وتسعة ميلادية مما شجع كذلك على ظهور الدولة الحمدانية سنة تسعمية وتلاتين ميلادية وهي إمارة الشيعية في الموصل أسسها أبو الحسن بن أبي الهجاء الشهير بناصر الدولة وامتدت هذه الإمارة إلى سنة ألف وثلاثة ميلادية في حلب وسائر الشام وأقصام من جنوب الأناظر ولنقف على الاختلاف الشديد بين الفرق الإسلامية الكبرى نقدم لكم نموذجا من هذه الفترة أي القرن الرابع الهجري ونختار لكم مخطوطة التي هي برقم علمي أرب 1450 موجودة بالمكتب الوطنية الفرنسية بباريس وهي نسخة لكتاب الأصيفر تصنيف الشيخ العلامة أبو عبد الله بن شعبة الحراني وهو أحد شيوخ الشيعة يقول في الرقعة ثلاثة ومن يهديه الله فهو المهتدي ولا أبين مما عليه الأمة من إخواننا وفقهم الله تعالى من الاختلاف والانحراف وقلة الأصناف وكثرة الدعاوى والمبتدي تعصفا من الأخبار والمسائل والظهورات ونظر إلى علم التوحيد والسنادهم إلى أقاويل إذا طولبوا لها لم يجدوا لها عندهم جوابا إلا البهت والمغالطة والتكديب والمنافرة فلا تنطوي مجالسهم إلا على الأباطيل واقتداء بسيرة من روى الكفر والتبطيل وكل واحدا قد هيت له مسائل يلقيها عند تمكنه من البطنة والسمراء الشراب على عقولهم البطنة الامتلاء الشديد من الطعام وفي الأمثال يقال البطنة تذهب الفطنة والسمراء والسمراء الشرب بمعنى شراب مريء طيب ثم يكمل الشيخ أبي عبد الله بن شعبة الحراني بالقول فلا تسمع في مجالسهم أي الشيوخ إلا الصياحة والنفور وقلة اللد والسرور واللغو السفة وكأنه يتكلم عن حاضرنا وتكفير شيوخنا لكل من يجرؤ الحديث بغير ما يشرونه من ترات صنعه شيوخهم منذ زمن بعيد ولخص وصف الشيوخ في عصره بالقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كما جاء في صورة الحشر الآية 14 هذه المخطوطة عطر عليها بعض الشيوخ السنة فأضافوا بخط أيديهم وبلن من اللعن والتكفير على صاحبها وسبب كما هو واضح يوجد في الرقع الخامسة والسادسة حيث دكر صفات الله للشيخ ابن الحسل بن سنان المكنة بأبي جعفر الزاهري عفوا وهو أحد تلامذة الإمام علي الرضا وعلي الرضا هذا هو الإمام الثامن عند الشيعة حيث يروي عن هذا الإمام في حديث عن كلمة الله هذه الكلمة تقع حروفها على وليه والقصد هنا بين قوسين علي بن أبي طالب لأنه أنحله أي أعطاه الأسماء والصفات لأن الله باطنه غيب لا يدرك ووليه نورا ظاهر مستدرك فيقع نوره أي روحه الظاهر على شخص محمد ويكون جسم محمد اسم الله وصورة الله ونفسه وتقع حروف محمد على وليه والوالي سلسل ومحمد والوالي ظاهران مستدركان واللهوت هو المعنى الظاهر بالغاية والغاية هي الأزل القديم كلام في منتهى الخطورة عن الإمام الرضا وملخصه أن ولي الله علي بن أبي طالب هو روح الله ونوره الظاهر ومحمد وما محمد سوى تجلي لهذا النور الإلهي وصورة الله الظاهرة في الجسد ومن هنا يظهر سبب تفعيل أهل الشيعة كهذه الفرقة لمبدأ التقية فيما يخص العقيدة يمكن لأحد أن يقول بأن هذه الفرقة ضالة وهي الفرقة النصيرية العلوية نسبة لمحمد بن نصير النميري التي تؤله عليا وهي حسب أهل السنة وبعض الشيعة فرقة خارجة عن الملة الإسلامية لكن في المقابل لماذا الحجر على معتقد مثل هذه الفرقة ما دامت ترى أن لله تجليات ظاهرية سواء كانت في علي أو غيره ولها فلسفة خاصة أخدتها مباشرة عن أئمة أهل البيت فلن ننسى أن محمد بن نصير هو أحد تلامية الإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري وكما رأينا فالشيخ بن سينان أخذ مباشرة عن الإمام الرضا إذن انتشار الإيمان بمذهب أو عقيدة معينة يكون نتيجة لتأثير مباشر من تزاوج السياسة سياسة الحاكم وعقيدة رجال الدين فلو قدر لهذه الفرقة الشيعية أن تمسك بزمام الأمور في البلدان المسلمين لاختفى مبدأ التقية وتحولت الأغلبية الصاحقة للإيمان بأفكارهم ومعتقداتهم ولما رأى القوم كفرا في معتقدهم وأقوالهم خاصة تحت رحمة السيف وسخاء الحاكم وإغداقه بالمال على الرعية من أجل مصلحته الخاصة وكسب الشرعية لحكمه إذا كانت بعض الفرق كالقرامطة والدروز الموحدون والنصيريون العلويون تختلف اختلافا كليا في العقيدة عن الفرق الإسلامية الأخرى فكيف يمكن تصديق أنها تتفق في تاريخية مكة والتاريخ المبكر للإسلام في ضل تفعيل مبدأ التقية نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة